طبا مساءكم مشاهدين بكل خير من الإخبارية الأولى في الجزائر نقدم لكم نقاش على المباشر جدل كبير أثاره ولا يزال مشروع قانون محدد للمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها سواء على مستوى الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر كل من يريد أن يشتم شخصا يقول له أنت تع فرنسا أو أنت قومي في الجزائر زعماء الأحزاب السياسية يتهمون بعضهم أو خصومهم بأنهم تع فرنسا حتى أصبح التجنس بجنسية بلد ثاني أو امتلاك شقة أو منزل في أي عاصمة أوروبية أو عالمية بمثابة تهمة جاهزة قد توجه لك من حيث لا تدري السؤال المطروح هل الولاء لكيان ضد كيانك الأصلي يحتاج لجنسية باراك أوباما أمريكي من أصول إفريقية ونيكولا ساركوزي فرنسي من أصول مجرية وكلاهما ترأس أكبر الدول العالمية فلنسقط هذه المعادلة على الجزائر هل نحن بحاجة لمسؤولين يتمتعون بالجنسية الجزائرية دون سواها أم لمسؤولين يعملون من أجل وطنهم دون سواه أسئلة وأخرى أطرحها في هذا العدد من نقاش على المباشر وأسعد باستضافة النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية عبدالقادر حدوش أهلا بك مساء الخير وكذلك القيادي في حركة مجتمع السلم أبو فاروق أبو سراج الذهب طيفور مساءك سعير أهلا وسهلا شكرا على هذه الاستضافة مشاهدين قبل أن نبدأ النقاش نستعرض عليكم ورقة فيها أهم المواد التي جاء بها قانون أو مشروع قانون الذي يحدد المسؤوليات والمناصب العليا للوظائف السياسية التي يجب أن يتمتع صاحب هذه الوظيفة بالجنسية الجزائرية دون سواها فلنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن كانت هذه أهم النقاط أبدأ معك سعيد القادر حدوش نبدأ نقاشنا حول هذا الموضوع من ما يحدث في الساحة السياسية ما يحدث في الجزائر من انتشار لثقافة من صحة تعبير ثقافة سيئة وهي ثقافة تجهيز تهمة نحطها على جهة ثم نقضف بها لأي شخص وهي عبارة عن أنت عندك جنسية أنت عندك جنسية أنت تابع لكذا أنت تابع لكذا في رأيك كيف حول الخطاب السياسي الجزائرية أو كيف تحول في الآوذن الأخيرة وأصبح عبارة عن أداة لسياغة التهم وهذه الأمور بالجنسيات بربط الجنسية بالولاء للخارج وإلى غير ذلك شكر لك تعرف لما كنت صغير أنت وأنا وغيرنا يعرفوا قصتها للغول الغول هذا كانوا يستعملوه العجائي هذا هو أولاد فرنسا حزب فرنسا طبط فرنسا أولاد الحركة أولاد القومية إلى خيره لأنه الآن الجزائر استرجعت سيادتها واستقلالها منذ أكثر من خمسين سنة ونحن بحاجة في اعتقادي أن نؤسس لثقافة جديدة ولشرعية جديدة هي شرعية الذكاء الجماعي والمؤسساتي وهي شرعية المؤسسات نحن في مرحلة كانت منذ سنوات نظمت الجزائر سيد الرئيس مشروع الوئام المدني والمصالح الوطنية وما أخشاه هكذا نقاش سيضعف ويسقد ما حققناه من المكاسب في تقوية الجبهة الداخلية والتناسق الوطني لأنه جزء كبير من المجموعة الوطنية في الخارج قد يرى في هذا استفزازا وقد يرى في هذا عدم احتبار لأنه كيف يمكن أن تكون تقول لهذا الجزائري يمكن لك أن تتقمص اللباس الوطني من أجل تأهيل الفريق الوطني إلى التصفيات الإفريقية والعالمية لكن لما يتعلق الأمر بتولي بعض المسؤوليات في الدولة حتى وإن كنت صاحب كفاءات عالية أنت تبقى دائما جزائري من الدرجة الثانية لأنك لظروف معينة ولأسباب معينة توجدت في بلد معينة أنت تعرف أنه مثلا في فرنسا على سبيل المثال للحسر ولو أن أكثر من 80% وحوالي 90% من المجموعة الوطنية خارج الوطن تعيش على التراب الفرنسي تقول لهم لأن هذا المرابش تقدر فقط وكان المنظفة في مدرسة أو في قطاع العمومي لازم لها الجنسية الفرنسية يعني تشك في وطنيتها وفي تعلقها في الوطن أو لأنه سين أو عين تحصل على الجنسية لأن يكون طبيبا واللياغونية يكون مسؤولا يعني تشكك في ولائه وفي وطنيته ثم لما يتعلق الأمر برئاسة الدولة ورئاسة الجمهورية والوزارات السيادية سكونا بالي مينيستاغ لوسوف غانتي غيغاليا والمسؤوليات الأمنية أعتقد أن الأمر هذا يعني لا يحتاج إلى النقاش لأنه من يضع الرئيس من يعين الرئيس هو الكتلة الناخبة هم 40 مليون جزائري أو الكتلة الناخبة من المجموعة الوطنية ولا أعتقد أن الشعب مخبول بش ينتخب رئيس غير مسؤول ثم من يعين هؤلاء المسؤولين هؤلاء الصفراء وهؤلاء المزراء وهؤلاء المداراء ورئيس المجلس الدستوري إلى غيره هو رئيس الدولة ورئيس الجمهورية هل نحن بحاجة أن نسجل هذا في الدستور وفي القوانين العضوية أعتقد أننا مرة أخرى يعني يعني سنعود إلى ديبا ستغيل وي يسجل دفعات كوهزين ناشنال طيب سأعودك وفضل أن نركز النقاش على كل المخاطر والتحديات الحدثية والأمنية والأستراتيجة إلى غيرها عوضا أن نتكلم في مواضع ونهمشية سؤال ابتتاحي فقط لا يجب أن يعني ربما نجيب عن كل شيء في السؤال ابتتاحي أستاذ فاروق أفهم من كلام سأعتقدر أنه يعرض بشدة هذا القانون أو بسرع القانون كأنه حابق لنا لا نقول لمن يريد أن يخدم وطنه وهو في الخارج ومتجنس أو مقيم هناك لا نقول له فقط جنسية جزائرية أهلا وسهلا مرحبا بكم تعالوا اخدموا وطنكم في كل المسؤولية توفقوا في النقطة أم أن ما قامت به الدولة كشرط أساسي لتولي مجموع البناصب هو من صميم المحافظة على الولاء أو التحقق من الولاء للوطن بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية ليك ولي ضيفك الكريم أستاذ عبد القادر أنا أجدني في هذا النقاش أتحدث عن جزئيات في مشروع كبير جدا لابد أن نتفق عليه ويمكن أن نغرق في المعركة أو سميها المعركة الغلط وفي جزئيات كما هو المشهد اليوم المشهد السياسي في الجزائر غارق في بعض الجزئيات والتفصيلات والإسفزازات من هنا ومن هناك في حين القضية الكبرى منسية أو يضلل عليها حتى لا ننظر إليها حتى لا نبحثها وتصبح الطبقة السياسية والعلمية والثقافية والاجتماعية تغرق في مجموعة من الرواقات الصغيرة التي لا تنفع البلد في هذه الأزمة هذه أولا ثانيا هذا النقاش الذي يحتدم أو يثير جدل حول الجنسية ما الجنسية في مسألة المسؤوليات أعتقد أن الإشكالية طرحت في تعديل الدستور الأخير وأعتقد أن السجل الذي كان في معركة الدستور أو تعديل الدستور والتي طالت للأسف شديد حدثت فيها خلط كبير وإرباك في هذه السلطة التي أصبحت تنتج لنا معارك ندخل فيها جميعا في نهاية المطاف لا مكاعة تفايدة لا يوجد أي فايدة الخطير في الدستور في المادة التي ولدت فيه الخطير آنذاك الآن هذا القانون راهه الآن منبثيق من القضايا التي حدثت الدستور وآثارت من إشكالية ونحن آنذاك آنذاك داعونا إلى أن هذه المادة لابد أن توضح لأن الأمر الخطير فيها هو أن الجالية الجزائرية في الخارج أصبحت في مرحلة تشك في وطنيتها وأعتقد أن الوطن والوطنية والمواطنة مرتبطان لأنه الآن لماذا الآن نتكلم على أنه فيه ناس يعني فيعلن يعني كارهين حياتهم في هذا البلد واحد يحرج وواحد ينتحر وواحد هذه على كل حال من شيء الكل ولكن هذا موجود ويؤشر على مشهد على حقيقة موجودة أنا أكبر وفيسي عبدالقادر أنه يعني يتحدث هذا الحديث عن هذا القانون ويحيل إلى المعارك الأساسية وهو من حسب جبهة الوطنية إسمح لي فقط أحيي فيه هذه العالة لأنه لأن الدستور فات بالأغلبية هذه وكان عندهم رأي في المادة هذه بالضبط ثم بعد ذلك أنا أعتقد أن النقاش في هذه المسألة ونقاش شكلي لا لا خليني كان فيه المضمون المضمون اشتوه هو هو أن واقع الجزائر منذ الاستقلال إلى الآن كنا نتحدث عن مزدويل الجنسية في المسئوليات للأسف شديد وكانوا في مؤسسات السيادة وأفقدوا القرار الوطني سيادته وأصبحت كثير من القضايا المالية والاقتصادية وحتى السياسية خارج الوطن وتعدد القرار الوطني لذلك جاءت الآن وهي الآن مطروحة ليس كحل هذه الأزمة على اعتبار أن الجزائر في حاجة إلى قوانين حاجة الجزائر في حاجة إلى ممارسة القانون الموجود أي باعتبار أنه عندنا نصص جيدة حتى هذا القانون اللي راح يفوت في البرلمان عندنا نصص جيدة ولكن للأسف شديد الممارسة نعطيك مثال بسيط جدا قانون تتصرح بالممتلكات كل إطار سامي في البلاد هذه ونية لازم يصرح بالممتلكات التاعه كاش مرة سمعت انتبلي هذا واحد تخل واحد تخرجه على بالك وش سراله بعد الدخول والخروج كاش واحد حاسبه علاش طلعة الثروة تاعك لا يوجد هناك تطبيق عليه لسبب بسيط جدا أختم به المداخل الأولى هو أنه لا يوجد هناك فصل بين السلطات لما يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتتدافع هذه السلطة فيما بينها يمكن بعد ذلك لهذا القانون أن يطبق سواء بأثر رجعي أو بما حدد له من قلق أستاذ فاروق إشكالية أخرى هي إشكالية تطبيق القانون القوانين موجودة قال لك حنايا نحوصوا الآن على قرار وطني موحد لا قرار وطني يكون متفرق على حسب المسؤولين الذين يتجنسونها بجنسيات أخرى تعتقد أن هذه مهمة هل تعتقد أن الجنسية كفيلة بتغيير الولاء هذا هو سؤالي هل الجنسية كفيلة بتغيير الولاء تفضل أنا أقول لك في البداية نقاش خاطئ أعتقد أنه لما حتى فيكون توضيف القطاع العسكري وفي قطاعات أخرى تدخل قطاعات يعني كان شروط الالتحاق هذه ما تحتاج تكتبها إلى دستور ثم أنا أريد أن أعرف من هو هذا كبير يعني الدستوريين اللي دارها الاقتراح هذا أعطونا فقط اسمه وللتاريخ أذكر وأنا أحترم كثير سيد ويحيال لأنه عنده روح المسؤولية سيدان لكن تفاجأت أنه في المئة وخمسين جمعية وحزب سياسي وشخصيات لإستقبلهم وقلت هذا في لقاء رسمي مع سيد عبد الملك سلال لم يستقبل ولا واحد من المجموعة الوطنية في الخارج لا شخصية يعني كان رمزية لأنه كنت تكلمه تاريخيا تاريخ الحركة الوطنية لطور نور أفريكان يعني نجم الشمال إفريقيا زيد في فرنسا في المهجر لفيديا سونجا في لند فرانس يعني تاريخ الحركة الوطنية ما تقدرش يعني مربوط يعني مربوط بقوة بتاريخ المجموعة الوطنية في الخارج ولكن أنا سألتك سؤال أنت هربت للمكان آخر لا أنا قلت لك هل الولاء مرتبط بالجنسية لأني جايك فقط بشي فهم المشاهد لأنه الوقت من ذهب وتمنيته وتمنيته يعني هذا الشيء اللي ما فهمتوش الآن يعني الغريب هو أنه في الدستور لأول مرة في التاريخ يعني الإصلاح الدستوري تم مأسسة المجموعة الوطنية في الخارج فيه مادة تقول باللي الجارية الجزائرية هي جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية يعني فالجزائريون متساوون يعني من ناحية النظرية ومن ناحية الدستورية في الواجبات وفي الحقوق الشيء ثاني أنا اللي أقوله أعتقد أنه الولاء والكفاءة يعني لا تشمع على البدرس والتعلق بالوطن والأمة وبمصالحها هي هو الشرط الضروري لتقلد المسؤوليات الكبرى في الدولة ما نجمش يعني إما إذا كان شعار وطني الشعار يعني إديولوجي شعار هكذا للتظاهر والممارسة شيء آخر هذا لن يحطي مصدقية باش نعطيه مصدقية للخطام إذن لماذا يرجع المسؤولي للجنسية هذا السؤال هو الجوهر الحديث مدام نتكلمه على مزدوجي جنسية قلت لي ما الولاء ما يتعلقش بجنسية حبيت تقول لي هكذا لماذا يرجع المسؤولي لجنسية أخرى أسمع شوف شوف أنا أنا أقولك ساسة تنفوضي باتروح لا جاوبني في هذه معالي نعطي مثل على المسؤولي جنسية أسمع تعرف أول قوة يعني عسكرية نووية اقتصادية في شكل أوسط عفوشنية هي إسرائيل أكثر من 80% يمتلكوا أثلاث الأربع جنسيات وأعرف أن يعني الأغلبية من واطنة محبوش هذا التشبيه في الدول الأوروبيان تبدأ تعطيت أمثلة في الدول الفرنسية الوزير الأول يعني سار فرنسوي بعد عشرين سنة يعني يا صديقي الآن المجموعة الوطنية الجزائريون يريدون يعني كفاءات يعني إطارات النزهاء في المجالس المنتخبة في المؤسسات في جميع القطاعات يعني للتجاوب مع التحديات التي أتحدثت عنها تحدث التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ومتعلقة به محاربة التصحور وبظاهرة التحدي الإيكولوجي والديمغرافي إلى خيره نحن بحاجة إلى من يقدم إضافة لهذه الأمة ولهذه المجموعة أما الشعارات سمعناها وألفناها ونريد نريد فقط أن نعطي يعني للخطاب السياسي محتوى وأفكار وبرنامج ورؤية لأجل بناء جزاء الغد لو نفتح نقاش سيدنا تقدر يروح بعيد وليه هذا لازم نتزم بالولاء جنسية لماذا يتجنس المسؤولة غير ذلك سيد فاروق سيدنا تقدر يهدر بمنطق براغماتي أعطاك مثال بدولة الاحتلال الصهيوني أعطاك مثال بفرنسا الآن عندما نسقط هذا المنطق على كرة القدم في الجزائر منتخب كرة القدم ما نقلش نقوله منتخب جزائري مئة بالمئة فيه لاعبين لا هم جزائري المولد ولا جزائري التربية والتربية والتنشئة إذن لماذا لا نسير بمنطق براغماتي في الجزائر أنا ميهمنيش هناك مناصب سيادية صحيح ممنوع على مزاوي جنسية ولكن لا أوسحها لمناصب أخرى حتى يصبح ربما أجد هنا مزدوج جزائري مزدوج وآخر جزائري فقط ولكن هذا كفاء وهذا مش كفاء أو فضل غير الكفاء عليه وصحيح وليس نوضع القضية في مكانها صحيح وفي نصابها مقترحه هذا القانون الذي يشرح المادة الدستورية التي هي التي أثرت الجدل وأثرت الجدل بين من ومن بين أحزاب السلطة في حد ذاتها عندما تحدث ليرندي على المادة هذه ووجب التحريح على هذه ثم صادقوا على دستور جميعا كفاء من يشير أن يقول الآن لما جايش القانون هذا جايش راح شكون هما هذا الناس اللي لازم تطبق عليهم مسألتها الجنسية الجزائرية والأصلية وكذا وكذا أنا أعتقد أن في هذا القانون ما هو إيجابي لماذا؟ لأن القضية مطروحة في الجزائر عندما ناقشنا المادة السلطة من قانون المالية 2016 تحدثنا على أنها هي فتح لبيع المؤسسات العمومية قلنا لهم أنا ذاك لابد أن نحدد ما هي المؤسسات اللي ما لازمش تفتح على القضية على قضية سيادة مش يكون المؤسسات ولكن كي المؤسسات كذلك في البلد لا يمكن أبدا أننا نعلى لأننا بلد ما زلنا للأسف شديد عندنا تخيل تخيل من الاستقلال اليوم والناس تتكلم على ما يسمى في الجزائر حزب فرنسا هذا المعنى الذي يقصونا به اليوم في هذه المرحلة يقصونا به مجموعة وغدا مجموعة وغدا مجموعة معناها ما كاش كريديبيليتي أنا معاسي عبدالقادر ما كاش الأفكار ما كاش ما كاش ما كاش معناها إنسان هذا قاعد يتخبى اسمح لي أنا متكلم على السلطة الحالية أنا كي جيني برلمان أنا كي جيني برلمان جزائري ويفوت فيه مثل هذه القوانين ونعرف ونشمو فيها هذا الشي وكير رح مثلا المنظومة الترباوية ومبعد نسمع باللي كي نعني مخبارة مثلا فرنسيين جايين يصنعونا يساهموا في هذا الأمر وتكشف تكشف إسدواجية خطاب نعم إسدواجية خطاب توافط خلينا نكمل الفكرة خلينا نكمل الفكرة لأنك مسؤولية تسمح لي السياسة مسؤولية ليس تكلام السياسة موقف وليس تكلام لذلك حييته الأستاذ مش بسطو الأمر حبيت تقول حبيت تقول ما تمنعش مزدوية جنسية من جهة في المسؤولية وتجي الخبراء وفرنسا في التربية لا حبيت تقول كي نزوج قضايا كي نزوج قضايا كي نقضية هذه المناصب لم يتحدثوا لها ونحن معه مع أنها تمشكل فيها لأن هذا خطاب مقبل منذ زمن لما كان هؤلاء يتحدثون ويجي يروح عنده جنسية هنا وجنسية هنا ويبغي يتمسأل في الجزائر في قضايا حساسة تهم السيادة والقرار سمح لي والسياسة لا أتحدث عن سمح لي لا أتحدث عن الخبر الجزائرية الكبيرة الموجودة في الجالية وراه فيما صاف القمم العالمية هذه لابد أن نستفيد من استفادة كبيرة كلمة كيش موجود خليني نقول لما أنت الآن تجي في هذه المرحلة في سراء بينك وبين غريمك تقسلنا سمح لي تقسلنا النقاش جاوبوا على هذه تقسلنا مشكلك من هذه وتخليني يا نوسي عبدالقادر الآن قاعدين نتناقش وعلى كان مسؤولية سياسية لابد أن تحمل على هذه كنعود نقول لنا حيث سيد عبدالقادر لما يضرب بقوة على أساس المواطن الجزائري في الجزائري وخارج الجزائر اللي راح في الجالية اللي خلاته ظروف أمنية ظروف سياسية ظروف اقتصادية خلاته يروح البرة لا يجب أبدا أن نقصه من العمل في الجزائر لكن على شرط واحد شرط واحد فقط لموجوده هو إيجابي أنه يعني إذا كان 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 دون جزائري يتخلى على وقت كتي مشكلة المسؤول نحاسبه على حصيلته على قدرته في التجاوب مع إمكانيات واحتياجات ومشاكل المجموعة الوطنية أما لما تكون بحاجة إلى خبرة أنا متفق معاك لما تتعلق الأمر بالأمور السيادية والإستراتيجية فهذا أمر لا أتكفيه أما تقول لي لأنه في وزارة التربية تطلبوا خبرة يعني فرنسية أو غيرها هذا التناقض الذي أنا لا أوافق عليه أنا جبت لك مثال هذا الخطاب شكون جاب هذا الخبرة شكون اللي خلها هذا وزير هذا وزير ولا لا يا سيدي يا سيدي تقدر غير كنت نقشنا وياك وهو كذلك إيجابي لأننا نتكاملين في الموضوع مناش مختلفين خلينا فقط نعطوا للمشاهد الكريم نخرجوه من المعركة الغلط وندخله في المعركة الصح المعركة الصح هني جاي هذا هو المعركة الصح هي التنمية المعركة الصح هو هذا المسؤول هني جايك هذا المسؤول شوف البلدان كلما كانت وطنيتهم الولاء للوطن هذا موش ولاء لفلان وعلان نجيبه اليوم أنا نجيب صاحبي أنا نجيب فلان يومك المؤسسات لا لا نجيب صاحبي أنا مهما كان كافأته ونحطه مدير ولاية نحطه مدير كذا نحطه كذا أول روح نجيب أنا طيب روح الفاصل أليست منهجية الجزائر للأسف الشديد للأسف شديد عندما تتقل في أزمة تروح تستنجد بمن هو في الخارج أستاذ فاروق أستاذ فاروق أستاذ فاروق أيس هذا هو الواقع رح نروح الفاصل إشهري بعدها نعود نرجع ونكمل النقاش مع سي عبدالقادر ومع سي فاروق مشاهدنا فاصل ونواصل فابقوا معنا نحن بكم مشاهدنا من جديد في نقاش على المباشر نحن نتحدث في هذا العدد عن القانون المتعلق بتحديد الوظائف المسؤولية العليا التي يشترط في صاحبها أن يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها طب الفاصل كان يتكلم سي فاروق على المشكلة الإشكالية في هذه القضية كاملة هو إشكالية أنه منذ الاستقلال اليومنا هذا دائما ننعت بعضنا بهذه الصفة ودائما نريد أن ندخلص منها قال لك القانون جيد فيه أمور جيدة ولكن نحتاج إلى عمل تفقتم في هذه القضية الآن القانون سيصدر والقضية قضية توسيع أو تضييق يعني الآن النقاش سياسة عبدالقادر وباختصار شديد الأعضاء الذين تم وضعهم في القائمة أو الصفات المناصبة التي تأضع في القائمة هل تعتقد أنها كافية هل تم نسيان أخرى هو يجب أن في اعتقادي يجب أن نعتمد فلسفة تضييق لما قلت لك أتكلم عن رئاسة الدولة والجمهورية والمسؤوليات السيادية ثم المسؤوليات الأخرى هو رئيس دولة هو اللي يختارهم الوالي والسفير وغيره وليس بحاجة يكون أمور تفصيلية ثم كل قطاع عنده شروط الالتحاق به إلا ونعطي الانتباع للمجموعة الوطنية في الخارج على أنها غير محتبرة في جزائر عزة والكرامة هي جزائر تتسع لجميع أبنائها وبناتها ثم قلت لك في البداية أنه العدو هو هو الفساد هو الرداء هو المبالات الانسوسيانس يجب يجب نخب الدولة يجب أن تشترط فيها ثقافة الدولة روح المسئولية القدرة على التحمل المسئولية وكذلك التضحية من أجل إطاء من أجل تحمل المسئولية كاملة ومن أجل أن نقدم الإضافة وأن نجعل من هذا البلد يعني يسفو إلى مقام الدول الناشئة ودول القوى الإقليمية وأذكر أذكر المشاهد الكريم أنه سيد الوزير أول عبد الملك سلال كان قد بعث بإشارات طمأنة يعني قبل المسادقة على الدستور بأن الأمر سيتعلق من خلال قانون عضوي يسدر عن المجلس وزراء يتعلق فقط بالمسئوليات السيادية وأتمنى أن يقف الأمر عند هذا الحال أستاذ فالوخ نفس السؤال هو قال لك يجب أن أتمنى على التضييق تشاطره الرأي؟ أنا أعتقد أنه الفلسفة الأمر هذا اللي لازم نحل بها إشكال قديم وخلاط بين أطراف داخل السلطة تحاول تحسمها على هذا على هذا أنا أقول باللي وين كان رسم سياسة عامة وطنية استراتيجية المستوى اقتصادي والمالي والعلمي وين كان قرار سيادي في هذه القضايا وين كان قرار أمني وين هذه القضايا نعطيها لك بهذا الشكل تمشي مثلا أنا ليس ورد مثلا ورد الأمين العام للحكومة ليس ورد مدير ديون رئيس الجمهورية الذي تمر عليه كثير من القضايا فلماذا لا تكون شكينة في هذه الأمر أما الرسائل السلبية تروح للتوسيع إذن تروح للتوسيع لا لا لم يسأل التوسيع القضية هي معيارية قضية هي كيف الشي هي القضايا التي على أساس درنا هذا القانون خايفين على السيادة الوطنية خايفين على معلومات في البلد خايفين على عمالة يمكن أن تحدث من خلال هذا هذا هو أو اتهام للبعض كما رأوا موجود الآن اتهام للبعض قال موجود حزب فرنسا في مؤسسة عسكرية موجود حزب فرنسا في حزب موجود حزب صلاة في كذا كما كان يقول سياسي لا يجب أن يسأل المسؤولي خاشل هذا الحال لسه من حق الجزائري أن يشك في وطنية وفي ولاء الجزائري الآخر أنتم اللي لا تشكون لا أحد يشك من شك يجب أن نركز قول لي برك يا سياسي عمالي قادر هنا مشاهد قدامنا وكاين تصريحات ومسؤوليات سياسية موجودة أنا منش نجيب من عندي في هذا الكلام هم رم يقول للأسف هذه ليست المعارضة التي تقول فيها أي يقول فيها حزب السلطة ويريم قاعدة متدق على هذه القضايا لذيك نقول لك هناك نجينا تدخل لنقول لابد من معيارية في هذه المسألة معالجة هذه القضية أذى العيشاء أذى العيشاء مباشرة أذى صلاة العيشاء مشاهدين أن تستمعون عليه مباشرة حسب توقيت الجزاء العاصمة وضواحيها تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب أكمل النقاش المباشر أستاذ عبد القادر أستاذ فاروق قبل ذلك نستمع إلى تصريح أحمد أويحي الأمين العام لتجمع الوطني الدموقراطي حول قانون أو مشروع القانون الذي نتحدث عنه في هذا النقاش نستمع ثم نعود أنا أسؤhores цы أحضر أحضر patreon لاتنقاش буك لاتنقاش تائم سبيحي تודה continued سمعت تصريح تاو أستاذ فاروق وش رأيك عنده الحق وش رأيه يقول يعني يجب أن نوسحها للسفراء للقوضات مثلا أنا والله قلتها قبل قليل قلت يجب أن نعرف على أي أساس يتم اختيار هذه المناصب على أي أساس درت أصلا المشكلة في الدستور هذه وأعاود درت شك عند الجالية الجزائرية التي هي عندها خبرة وعندها كذا على أي أساس درت هذه أولا ثم بعد ذلك نجي الآن للجزئيات هذه التي تتكلم عليها أنا أعتقد أن المشكلة الرئيسية في الجالية أنت تتخيل نسأل الجالية هذه على رحوة الخارج واحد ما صابش خدمة واحد ما صابش القيمة واحد ما صابش كيلي رح هو صاب لا لا كيلي رح هو صاب هنا ما صابش لا لا كيلي صاب دورة هنا ما صابش خرية هنا ما صابش خرية أنا أم صدقني أم أم تصرت بها باش نتكلم على حرقة قلت لي بالحرف الواقع قلت لي ابني عنده كل شي نوحة بيحرقة نعم نعم حتى هذا لا لا نقول لك علىه نعطيك وقتك نعطيك وقتك هؤلاء نعرفوهم نعرف باللي كين ناس اللي يعني أكثر منها في المنطقة الآن رأي في 65 طبيب خرجوا في مرحلة الإرهاب كين كثير من الإطارات والباحثين خرجوا لأنه هنا مكاش هذه كل فسحة باش يبدع الآن هنا في الله في الله في الله هلأ خرج تخيل لذلك أعود إلى النقاش الحقيقي ونختم النقاش الحقيقي هو أنه لما تخلي الناس هؤلاء يجو يستثمر بحرية هنا هنا يكتشف بحرية يبتكر هنا بحرية أعتقد أنه سيأتي إلى بلده وما تزيد عليه لا بالوطنية ولا بالمواطنة ولا بالولاء لك فضل سياد شكرا هو كما تعلم ويعلم المشاهد الكريم كان منذ أكثر من ثلاث سنوات عندها الجالية كتابة دولة مكلفة بالجالية يعني من دون صلاحيات ومن غير إمكانيات بوقت كنت من الذين ينتظرون أن الدولة تساعد إلى السرعة القصوى وأن تعطي أممنا لتعطي المملكة وأنها قد تصل على الشأن أنا أعتقد أن المجموعة الوطنية في الخارج بذكائها بنسائها وبرجالها قد تضيف وهاي الدنع الواقي تلك البلات في الظرف الحالي ثم الجالية قول يعني البو يعني دوني انكانتخلاعب خاصة في الظروف الإقليمية الحالية علينا أن نحضر حتى لا توظف يعني ابناء الجاري قال وقادي يعني دولة تحكم ها يدر تسند قانون عضوي باش تقسيك مرة أخرى ثم الجزائري هذا اللي ولي كان بناشنال en France دماغ on peut faire la même chose moi ce qui مد désol c'est que le débat sur cette loi donc مرة أخرى أقول في نهاية المطاق صديق الهاجة إلى أن تربح معركة التنمية ومعركة التحديث ومعركة محاربة التسحر والتحدي الإيقنوجي والتحدي الديمقراطي هل نقول أن حزب الأفلان الذي صدق حزب الأرندي بالأغلبية لهذا القانون هو الذي لا يريد الخير للجام هو القانون لم يجد دلواء مازال نعم تقلم عن دستور كانت رسالة من السيد الوزير الأول اللي طمأنت المجموعة الوطنية في الخارج وقال بل يكون الأمر سينحصر في المسؤوليات السيادية وهذا ما نتمنى لهذا أن نقول لك أدعو زملائي النواب على اختلاف مشاربهم وألوانهم وحساسياتهم أن نعود ونرجع نفسنا لأنه في الوقت الحالي أعتقد أن الجالية بحاجة أو المجموعة الوطنية بحاجة إلى بلد الأم وكذلك البلد بحاجة إلى مساهنة فعالة لهذه الجالية من أجل أن نحدث من هذا البلد دولة إقليمية دولة ناشئة دولة حديثة دولة معاصرة دولة تترفع عن نقاشات الإيديولوجية التي لم تقدم شيء للمواقع للمواقع لا والله ثلاثين ثانية أنا أقول يا أياتها الأغلبية في البرلمان تحمل مسؤوليتك فقط الخطاب جميل جدا تحمل مسؤوليتك أن هذه الجالية ما همش الناس أخرين هذه الجالية الجزائرية حبهم للوطن أربما يكون أكثر منهم الأخر فعمليات الإقصال وعمليات هذه هذا قانون وهذا قانون عضوي وبعد ذلك نصيب أنفسنا أمام أغلبية تصادق على كل ما يجي من الحكومة هذا خطر هذا خطر كبير كبير صحيح سلامتقدر فراجعوا يرحمكم الله راجعوا يرحمكم الله راجعوا أفسكم راجعوا قوانين راجعوا كل هذه القضايا يرحمكم الله ونحن ما عندنا مشكلة في الموضوع لنحتمد فقط معايير النزاهة والكفاءة والالتزام والتضحية والتحمل المسؤولية قالك تحمله مسؤوليتك أنا أتحمل المسؤوليتي وأقول هذا كلام أنت نائب في حزب الأغلبية نعم ومن منتظر نحن في الأغلبية نحن من قال في الأول وكان نقاش لأنه فيه داخل حزب الأغلبية فيه أراء مختلفة ومتعددة أنا فقط هذا من أجل النقاش الوطني أعتقد أنه أنت تعرف أن هذا القانون مسؤولي القانون سيمر بدون أي تغيير هذا هو المعروف المتعرف المعروف المعروف المتعرف أنه ومنيت لا يخبر الحكومة يعود إلى الحكومة كما جاء منها ياسي ياسر كان قضايا أنا لا أقولك في الأول أحييس يا عبدالقادر كان قضايا ما فيهاش عادية باسئة مبدئية لا بد البرلماني هذا يكون عنده دور وأنا نحييهم في قانون المالية لما ممشوش مع الأخر شعب في الجالية انتخبك سبحان الله العظيم كيف يمكنك أن تتخلى عن الناخدين في الجالية بلا انتهى الوقت يعني سر 100 ميل يعني 100 ميال يعني على مئة منتوجة أو 20 منتوج نبدأ من الطائرة من الباقرة من السيارة من التلفزيزور يعني الوردينتور والبرتابل لا ننتج يعني منتوجا واحدا مشكلتنا هي مشكلة أخرى ليس مشكلة مع مستويجي الجنسية بل نحن الجزائر اليوم بحاجة إلى كل هذه الكفاءات من أجل أن نحدث الإقلاع وننبح معركة وتحدي التنمية شكرا لك سيد فاروق أبو سيراج ذهب طيفور انتهى الوقت للأسف الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين على الحسن الإصغاء والمتابعة الشكر إلى كل فريق العمل مساءكم طيب والسلام عليكم اشتركوا في القناة